سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمعت اللي سامع الصوت وليشايف الشاشة مزبوط يكتب رقم واحد. تمام تمام. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بجميع السادة الحضور. انا معاكم النهاردة محمد جاهمي محلل ومدير محتوى بمجموعة اكوتي. ان شاء الله النهاردة عنوان محاضرتنا هيكون المتجرة بالانفراجات الكلاسيكية والانفراجات المستترة. الانفراجات الكلاسيكية ممكن اللي فيكم عارف تحليل فني او ارى شوية عنه هيبقى في الغالب عارفة. يعني هي شرحت كتير. لكن الانفراجات المستترة هي اللي مش معروفة للكتير من كم قبل كده. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على النوعين وهنفرق ايه الفرق ما بينهم وهنشوف ان ازاي الانفراجات دي ممكن تساعدك في ان انت ممكن تستخدمها كوسيلة متجرة لوحدها وتقدر تطلع منها فرص وتحدد منها وقف الخسارة والربح بتاعك وتقدر تستخدمها كوسيلة مساعدة على حسب التحليل اللي انت بتستخدمها على حسب المدرسة اللي انت بتتبعها وحسب الطريقة اللي انت شغال بيها هي هتعتبر وسيلة مساعدة قوية لك وهتقدر تستفيد منها وتقاول الاستراتيجية اللي انت شغال بيها. اول حاجة احنا عايزين نعرف يعني ايه فكرة او كلمة الانفراج بغض النظر اذا كان هو كلاسيكي او هو مستطر. الانفراج يعني اختلاف او انحراف او يعني اختلاف حاجة عن حاجة. والحاجتين دول اللي بنتكلم عليهم هو العملة اللي انت شغال عليها زوج العملات اللي انت شغال عليه او المنتج ايام كان هو في سوق المال ايام كان انت شغال على مؤشرات على ذهب على عملة على اسهم. وعلى المؤشر اللي انت بتقيس عليه. احنا النهاردة هيكون المثال بتاعنا عن مؤشر الر اس اي. مؤشر القوة النسبية. لان انا بفضله خصوصا في الانفراجات بيبقى ليه اداء اقوى طبعا انت ممكن تستخدم الماك دي ممكن تقدر تستخدم الاستوكاستيكوسيليتور برضو فعال. بس انا بفضل او مثالنا النهاردة هيكون على الار اس اي. طيب زي ما احنا قلنا الانفراج يعني هي معناها باللغة العربية اختلاف. اختلاف المنتج اللي انت شغال عليه على المؤشر. اختلاف ايه? في القيعان والقمم بينهم وبين بعض. طيب خلينا نشوف في المثال اللي قدامنا او في الشرح اللي قدامنا. عايزين نتكلم على الانفراجي الايجابي. الانفراجي الايجابي يعني المنتج او العملة. خلينا طبعا انا هتكلم على العملات. فالمثال بتاعنا النهاردة عن العملات. كانت في اتجاه هابط. وحققت قاع اقل من قاع. ده قاع. وحققت قاع اقل منه. وانت حاطت على الشارت بتاعك على الرسم الباني بتاعك مؤشر الار اس اي. فانت لما هتيجي تقيس القاع اللي تكون على العملة ده. والقاع اللي تكون الاقل منه. هتلاقي فيه اختلاف بين القيعان دي وما بين مؤشر الار اس اي. اللي هو انت هتلاقي ان المؤشر حقق قاع اعلى من قاع. فهنا فيه اختلاف. هو لو ما فيش اختلاف كان هيحقق ان المؤشر هيمشي بنفس قمم والقيعان اللي بيمشي عليها العملات او العملة. فخلاص هي في اتجاه هابط وبتحقق قاع اقل. ده اتجاه طبيعي. لكن هنا اللي حصل ان المؤشر حقق قاع اعلى من قاع. طيب ده بيشير الى ايه? بيشير الى ان هنا فيه قوة نسبية في ان العملة دي ان البيع او البيع او اشارة الهبوط او الاتجاه المنخفض للعملة او اتجاه الهابط لها ابتدى يضعف. انا هنا بقول ابتدى ما بقولش اكيد. لان هي الفكرة هنا ان هو بيشير قبل ما يحصل احتمالية انعكاس الاتجاه. نقول تاني. فكرة الانفراج. احنا هنا بنتكلم على الانفراج الكلاسيك. انفراج ايجابي. ان يحصل قاع اقل من قاع. زي ما حصل هنا. ده مثال. بيقول لنا قد قاع تكون وقاع اقل منه. لكن على مؤشر القوة النسبية الار اس اي حصل ان المؤشر قدر يكون قاع اعلى من قاع. فهنا بيبقى ده انفراج ايجابي. تمام? انفراج ايجابي ده بيشير الى احتمالية انعكاس الاتجاه. عشان كده انا بقول لك انت تقدر تستخدمه كوسيلة مساعدة للطريقة اللي انت شغال بها. طيب احنا طبعا هنقول كمان شوية ان ازاي انا قدر ادخل عليها فعلا شارة او بيع طبعا دي ايه بلاس انا بشرح لكم الفكرة بواجهة عام عشان تقدر تفهمها وهنبتدي ندخل فيها بالتفصيل. طيب احنا هنا عرفنا الانفراج ايجابي يعني عملة قاع اقل من قاع لكن المؤشر بيدينا قاع اعلى من قاع. طيب هل لو المؤشر ادانا قاع نفس القاع هنا? يعني انا هنا حاطت مثال تاني ان خلاص العملة حققت قاع اعلى من قاع ده اتجاه هابط لكن المؤشر الار اس اي ادانا نفس القاع يعني في نفس المستوى. ده برضو اسم انفراج ايجابي. هنا بيشير الى ان البيع او الاتجاه المنخفض للزوج ابتدى يضعف. ففي احتمالية انه يبتدي ينعكس الاتجاه بتاعه. طيب خلينا نشوف الانفراج السلبي. الانفراج السلبي هو عكس الانفراج الايجابي. ده معنى انه هو هيجي في اتجاه صاعد. الزوج العملة اللي انت شغال عليه في اتجاه صاعد. وبيحقق طول ما هو ماشي قمم اعلى. طول ما حقق قمم اعلى قمم اعلى. المفروض ان الار اس اي او المؤشر اللي انا بقيس عليه في مثالنا هو الار اس اي انه المفروض يكون بيكون نفس القمم دي قمم اعلى فقمم اعلى فقمم اعلى. طيب اللي حصل هنا ايه? ان نزوج العملة حقق قمم اعلى في اتجاهه الصاعد الطبيعي. لكن بالنظر لمؤشر الار اس اي هتبتدي تلاقيه يحقق قاع اقل من القاع اللي قابله. طيب هنا ده الاتجاه بتاع العملة اتجاه صاعد. لكن هنا اتجاه المؤشر الار اس اي كان اه بيبتدي يتحرك معاه في اتجاه اتجاهه. لكن لما جيه في اخر قمة نزل ما يعد القمة اللي قابله. فابتده يكون قاع. ابتده يكون قمة اقل من القمة اللي قابله. فاحنا هنا ده اللي بنسميه هنا ده بنسميه انفراج سلبي. او انحراف سلبي. او اختلاف سلبي. اختلاف سلبي ليه? ان المؤشر ابتده يدينا اشارة معاكسة لاتجاه العملة. فهنا برضو بيقول لنا احتمالية ان الاتجاه الصاعد ده ابتده يضعف والمشتري ابتده يقل في السوق. فخلي بالك ان في احتمالية لانعكاس السعر من هنا. طيب لو المؤشر خلاص احنا العملة في اتجاه صاعد ده تمتفقين عليه. لكن لو المؤشر وصل لنفس القمة بس. برضو ده اسمه انفراج سلبي. يعني مش لازم ان هو يبقى اقل منها. لا. لو في نفس المستوى ده اسمه انفراج سلبي. الحالة الوحيدة اللي انا ما اقولش عليها انفراج لما لاقي ان الاتنين متشابهين. ان لا ان لو عملة او زوج العملات اللي انا اشغال عليه بيحقق قمة اعلى من قمة طبيعي. لكن المؤشر بيقول مؤشر بيحقق قمة اعلى من قمة. فده ما اسموش اختلاف. يبتدي اختلاف امتى? لو اقل. يعني قمة اقل من القمة اللي قبلها ده انفراج سلبي. او في نفس المستوى بتاع القمة. فده برضو اسمو انفراج سلبي. احنا دلوقتي شرحنا الموضوع الانفراج الكلاسيكي بالطريقة المعتادة. خلينا نشوف مثال تاني على الانفراج الكلاسيكي. وهي. طيب. احنا كنا بنقول ان المنتج او العملة وزوج العملات كان في اتجاه هابطه بيحقق قيعان اقل. فاقل. لكن الاختلاف بيجي من الر اس اي ان هو يبتدي يدينا ايه? لو في نفس المستوى او اعلى منه. طيب. لو حصل ان المنتج نفسه هو كان في اتجاه هابط. ولكن وصل لنفس المستوى اللي وصل له القاع اللي قابله. الزوج العملات كان في اتجاه هابط. ابتده يوصل لقاع في نفس المستوى بتاع القاع اللي قابله. ولكن بالنظر مرة تانية على المؤشر اللي هو هنا على افتراض او على المثال بتاع ان الار اس اي كان اعلى بكون قاع اعلى من القاع اللي قابله. فده برضو اسمه انفراج ايجابي. احنا ده كله لسه بنتفرج على الانفراج الكلاسيكي العادي. لسه ما تكلمناش على المستطر. بس ده نوع من الانواع الانفراجات الكلاسيكية. ان المنتج او الزوج العملات اللي انت شغال عليه كان في اتجاه هابط. ووصل لقاع لنفس المستوى القاع اللي فات. تمام? لكن بالنظر للمؤشر الار اس اي لقيناه بيكون قاع اعلى من القاع اللي قابله. هنا معناه ان هنا لا ابتدى فيه يظهر مشتري او ابتدى فيه يظهر علامة ايجابية او انفراج ايجابي بيشير الى احتمالية انعكاس السعر لاعلى. خليني هنا نشير لنقطة مهمة جدا. الانفراج الكلاسيكي هو بيدينا او باحتمالية انعكاس السعر عكس الاتجاه اللي هو كان ماشي فيه. بمعنى الانفراج الايجابي ده في الغالب بييجي لما السعر او المنتج او العملة اللي انت شغال عليها في اتجاه هابط ويبتدي يتكون انفراج ايجابي فاحنا بنتوقع احتمالية انعكاس السعر. والانفراج السلبي كذلك. بيبقى المنتج او العملة بيبقى في اتجاه صاعد وبتكون انفراج سلبي ففيه احتمالية لانعكاس السعر. الانفراج المستطر لا. الانفراج المستطر بيقول لنا تكملة الاتجاه اللي كان ماشي عليه. يعني لو المنتج العملة شغال في اتجاه صاعد وبيظهر لنا انفراج ايجابي فده بيشير الى احتمالية استمرار الزوج في نفس الاتجاه. وكذلك في السلبي كان في اتجاه هابط فظهر انفراج مستتر برضو بيشير الى نفس استمرار الاتجاه. ده هتكلم عليها دلوقتي بس انا حبيت اناوه ان الفراج الكلاسيكي انعكاس الاتجاه لكن الانفراج المستتر ده بيشير الى احتمالية الاستمرار في الاتجاه. نرجع للنقطة نفس النقطة اللي بنتكلم عليها. انفراج كلاسيكي ايجابي. في المثال اللي فات احنا قلنا ان هو كان في اتجاه هابط وبيكون قاع اقل من قاع وبيحصل اختلاف للمؤشر طب لو حصل ان ما جاش قاع اقل من قاع جي قاع في نفس المستوى جي في نفس المستوى والمؤشر ابتدأ يدي قاع اعلى من القاع اللي قابله ده برضو اسمه انفراج ايجابي كذلك برضو الانفراج السلبي هيبقى العملة في اتجاه صاعد تمام وبتدت تكون نفس القمة اللي قابله احنا كنا بنقول في اللي فات ان هو بيحقق قمة اعلى من القمة لكن احنا هنا هنقول او في المثال ده نفس المستوى القمة اللي فاتت لو في نفسه مستوى القمة اللي فاتت والمؤشر بيدينا اشارة او انختلاف ما بينه ما بين السعر بانه يدينا قمة اقل من القمة اللي قابله هنا ده اشارة سلبية او انفراج سلبي باحتمالية انعكاس السعر. انا هنا لما تليكوا كل الامثلة اللي ممكن تيجي سواء بانفراج ايجابي او بانفراج سلبي بالطريقة الكلاسيكية. خلينا بقى نشوف امثلة على الامتي فور وأمثلة عملية على السعر. خلينا نشوف المثال ده. انا هنا جاب لكم مثل الانفراج ايجابي وانفراج سلبي. ايه اللي حصل بالزبط? تعال نفسر اللي حصل. اللي حصل ان السعر كان في اتجاه صاعد. تمام? وابتدى يكون هنا برضو السعر. ابتدى يكون قمة. وقمة اعلى منها. طب ده شيء كويس. ده بيقول لنا احتقت سعر مكمل. طيب. تعال نبص على المؤشر اللي حصل فيه. مؤشر الار اس اي تحت. من الطبيعي ان المفروض اي قمة بتتكون اعلى من القمة اللي قبلها ان المؤشر يحصل دايما حصل هنا. كانت هنا قمة هنا قمة اعلى منها والمؤشر بدينا قمة مقعد. هنا لما قمة تكونت كان هنا المؤشر بدينا قمة تقريبا في نفس المستوى او اقل منه. فهنا بيحصل الانحراف او الانفراج السلبي. اللي بيقول لنا خلي بالك فيه احتمالية ان السعر هيعكس اتجاهه. طيب. انا بقى ادخل فين بالزبط بيع. انا استفيد من الطريقة دي بايه. انت بتنتظر تكون او كسر اي قاع. يعني انا هنا حطت. خط ده عم القاع. ده القاع اللي تكون بمجرد ما السعر يكسره. وعمل عليه. تاني ابتده راح نازل في اتجاه هوبط. مرة تانية. هقول لكم تاني. هنا قمة تكونت. وهنا قمة اعلى منها. ولكن على مؤشر اللي تكون المؤشر اللي تحت. لما جينا نبص على قمة من المفروض ان انا لقي قمة اعلى من القمة اللي قبلها. لكن هنا اللي حصل ان قمة تكونت اقل او تقريبا في نفس المستوى في الحالتين. في الحالتين هتكون النتيجة واحدة ان ده انفراج سلبي. فانفراج سلبي معناه ان انت فيه احتمالية لنعكاس السعر. طيب هنا ايه اللي حصل? ان فعلا السعر ابتدى يكسر مستوى الدعم اللي بين القمتين دول. فدي كانت اول اشارة سلبية بالبيع الفعلي من هنا. بمجرد ما ابتدى يكسر السعر. طبعا هنا السعر عمل عليه ريتستاني على نفس المستوى ده. وابتدى ايه? يتراجع. طب ده انفراج سلبي. تعالوا نشوف الانفراج الاجابي ايه اللي حصل فيه? اللي حصل في الانفراج الاجابي ان السعر كان في اتجاه هابط. وابتدى يكون قاع. وابتدى يكون قاع اقل منه. تمام? طيب. بالنظر بقى على المؤشر هنلاقي هنا الانحراف الاجابي حصل. او الانفراج الاجابي حصل. ايه هو اللي حصل بالزبط? ان المؤشر بيقول لنا لأ ده فيه احتمالية ان السعر يعكس اتجاهه. ليه? قال لنا. فصر لنا الكلام ده بان هو كون قاع اعلى من القاع اللي قابله. عكس ما حصل في السعر. هنا بيشير الى ان البيع اللي كان موجود ابتدى يخف او ابتدى يضعف. ففيه احتمالية لوجود المشتري يظهر تاني. امتى اتأكدت او امتى اشير الا فعلا ان الاتجاه ابتدى يعكس اتجاهه او ان دي اشارة ايجابية حصلت. بمجرد ما اخترق المقاومة دي من هنا كان على طول دي المفروض ان هي اشارة الشرة بتاعتك. وهنا حصل عليها انت لو بصيت على الشمعة دي حصل تست تتغير على المقاومة اللي اتكسرت وتم انعكس السعر لاعلى. ده كله انفراج كلاسيكي عادي امثلة على انفراجات كلاسيكية. تعال نشوف مثال تاني. هنا برضو اللي حصل ايه بالزبط? ان السعر كان في اتجاه صعد كون قمة اعلى من قمة. طيب ممتاز. طيب المؤشر المفروض المؤشر الطبيعي انه بدينا قمة اعلى من قمة. لكن اللي حصل هنا لا. ان المؤشر ده قمة اقل من قمة قبلها. فهنا برضو اشارة الاحتمالية انعكاس السعر. وده فعلا اللي حصل ان السعر يبتدى يتراجع بمجرد مظاهرة اشارة الانفراج السلبي. وابتدى السعر يعكس اتجاههم. لو جينا بصينا على المثال التاني. ده اسم انفراج اسمه انفراج ايجابي. اللي حصل ان السعر كان في اتجاه هابط. تمام? لكن هنا كان بيتكون طبعا قمام اقل. قيعان اقل. لكن اللي حصل هنا ان ما كونش قاع اقل كون على نفس المستوى. طبعا احنا لما بنجي نتكلم على تكوين الانفراجات الكلاسيكية او المستطرة احنا ممكن نتكلم على 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 الاطار الزمني ممكن من ربع ساعة فيما اعلى. ممكن من خمس دقايق يبقى فيه انفراج ايجابي. فمعاك ربع ساعة معاك تلاتين دقيقة معاك ساعة معاك اربع ساعات معاك ممكن يحصل انفراج ايجابي على اي شارت باي فريم لان هي الفكرة واضحة. هو اختلاف ما بين حركة السعر او اتجاه السعر لبتكون قمم اعلى والمؤشر. العكس بالعكس زي ما احنا شرحنا دلوقت. فهي الفكرة طبعا على كل فريم على كل ما انت هتحدد هيكون ربحة اكبر او اقل. فانت لو مسلا بتتكلم على اقتار زمني ربع ساعة او نص ساعة فانت هنا بتتكلم من الربحة او الحركة بتاعة الزوج هتبقى ضعيفة. غير لما بيكون على ساعة او على اربع ساعات او على ديلي فبتبقى نسب الربحة اكبر وتقول ان عكسات بتبقى بعدد نقط اكبر. وطبعا الاشارة بتبقى اقوى ان لما بيحصل انفراج ايجابي او سلبي على فريم زي الديلي على زوج ما فدي بتبقى اشارة قوية او يعني اشارة قوية فعلا ان السعر هييعكس اتجاهه بطريقة كبيرة. غير لما بيحصل على فريمات اقل. كل ما بيقل الفريم كل لما بتكون الاشارات ا اكتر لكن بتبقى في القوة اقل. احنا طبعا معارفين النسبة والتناسب دي. كل لما هيكون الفريم اكبر كل لما هتكون الاشارة اقوى. كل ما هيكون نسب الربح اكبر. وكذلك الخسارات. طبعا لكن الاشارات بتقل. انت تقدر تعتمد على الانفراجات بشكل منفصل تماما. تقدر تعتمد عليها. مع تحليل كلاسيكي بسيط هتقدر تساعدك وتديك اشارات واضحة فعلا بالدخول. خلينا نكمل في المثال ده. هنا اللي حصل بالزبط ان القاع تكون. لكن القاع اللي جاي تكون كون على نفس المستوى. لكن بالنظر على مؤشر الار اس اي اللي حصل بالزبط ايه? ان القاع اللي تكون كان اعلى من القاع اللي قابله. فدي اشارة ايجابية واضحة بالشراء. وفعلا السعر بتده يعكس اتجاهه. طبعا الشرط اللي انا بكلمكم عليه ده شرط اليورو دولار فريم الساعة. تمام? وكانت الاشارة واضحة هنا بالشراء. وبتده فعلا السعر يحصل فيه ارتفاع من مستويات الواحد فاصلة. تلاتة وعشرين تقريبا تمانين. الى انه وصل تقريبا لاربعة وعشرين تمانين. تقريبا ميت نقاطة في يوم تقريبا حصل. يعني المثال ده الشرط ده النهاردة نعم. فتمام? احنا كده فهمنا? او يعني وضحت لكم الانفراجات الكلاسيكية. خلينا نوضح حاجة تانية على برنامج الامتي فور. انت هنا للتشارت بتاعك العادي. تمام? انت بتستخدم مؤشر الار اس اي. خلينا نشيله ازاي بنقول ازاي انت بتستخدمه او ازاي بتجيبه من المؤشرات. هتدوس من قيمة من انسرت. بعد كده انديكاتورز. هتلاقيه في اوسيليتورز. وبعد كده ريلاتف ترينس انديكس. بالاعدادات الافتراضية بتاعته خالص مش معدلين عليه. هيبتدي يظهر لك مؤشر الار اس اي. دي امثلة تانية انت تقدر استخدمها اللي اتكلمنا عليها دلوقتي. ده كان انفراج سلبي. اللي اتكلمنا عليه دلوقتي هو فعلا انحراف ما بين المؤشر. هنا ادنا قمة اقل من قمة اللي قبلها. ده انفراج ايجابي. كان سعر في اتجاه هابط. لكن المؤشر ابتدى يدينا قاع اعلى من القاع اللي قبله. فكان انفراج ايجابي. هنا برضو ممكن نقول ان هنا كان في قمة اعلى من قمة لكن احنا هنا لو جينا بصينا تقريبا في نفس المستوى فممكن نقول ان ده برضو انفراج سلبي. والسعر ابتدى يعكس الاتجاه بتاعه شوية منها. طبعا عايزين ناكد على حاجة كل لما كانت القمتين او القاعين متبعدين بشكل بسيط عن بعضه كل لما كانت الاشارة هتبقى بشكل اقوى ظهرة. طيب خلينا نتكلم على الانفراجات المستترة. عفوان. خلينا هنقول يعني ايه انفراج ايجابي مستتر. احنا كنا بنقول ان الانفراجات الكلاسيكية هي انفراجات بتحدد لنا انعكاس السعر. سواء هو كان في اتجاه صاعد فظهر لنا انفراج سلبي. فهنا احتمالية لانعكاس السعر لاتجاه هابط. والعكس لو كان انفراج ايجابي يبقى السعر كان في اتجاه هابط وظهر لنا انفراج ايجابي كلاسيكي. فهنا احتمالية ان السعر يبتدي يعكس اتجاهه الى صعب. طيب الجديد بقى عاملنا في الانفراجات المستترة. بمعنى ايه? هنا يحدث عندما يكون المؤشر قيعان متتالية اقل. المؤشر بيحدث عندما يكون المؤشر قيعان متتالية اقل. بينما يكون الزوج قيعان اعلى او متساوية تقريبا في القيمة. نقول تاني. هنا اللي بيحصل ان المؤشر بيدينا قيعان اقل. لكن الزوج بيدينا قيعان اعلى. يعني هو الزوج كان في اتجاه صاعد. او على الاقل في نفس المستوى. فهنا بيأكد لنا استمرار الزوج في الاتجاه الصاعد بتاعه. خلينا نقول مثال اوضح. يعني هتكون العملة في اتجاه صاعد. طبيعي. تمام. ده العملة هنا او الزوج على افتراض ان ده اليورو دولار مثلا. تمام. واللي حصل هنا ان المؤشر الار اس اي الطبيعي ان برضو مع اتجاه الصاعد انه بيحصل بنبشيه تقريبا في نفس الخطة للمؤشر. طيب لو حصل ان المؤشر ابتدى يدينا قاع اقل من القاع اللي قابله. ده المؤشر. ده الار اس اي. ايه هنا اللي انا بتوقعه. انت هنا بتتوقع ان السعر هيظل في الاتجاه الصاعد بتاعه. نقول تاني علشان ما نطلق بطش ما بين الانفراجات الكلاسيكية والانفراجات المستترة. الانفراجات الكلاسيكية احنا قلنا ان هي بتدينا انعكاس السعر. يعني لو السعر كان في اتجاه صاعد وحصل انفراج سلبي فبيعكس لنا السعر لاتجاه هابط. لكن الانفراج الايجاب المستتر هو الزوج في اتجاه اصلا صاعد. تمام? وبيحصل ان المؤشر بيحصل عليه انفراج او اختلاف ما بين ان السعر يبيدي قيعان اعلى فده طبيعي اتجاه صاعد. اتجاه صاعد ما فيوش اي مشكلة. قيعان اعلى قيعان بيكون قيعان اعلى فالسعر بتحرك لاعلى. لكن المؤشر اللي هو الار اس اي بيدينا قاع اقل من القاع اللي قابله. فهنا بيبقى فيه اختلاف ما بين القيعان ما بين في الزوج او العملة وما بين قيعان المؤشر. هنا بيشير الى ان السعر للزوج هيبتدي يكمل اتجاهه او دي اشارة على تأكيد الاتجاه للعملة انها هتستمر في الاتجاه الصاعد بتاعها. هندنى مثال تاني بشكل عملي وتطبيقات عملية علشان نفسر الموضوع ده علشان ما يحصلش لغبطة ما بين الانفراج الكلاسيكي والانفراج المستتر. طب خلينا نتكلم على المؤشر كمان السلبي المستتر. اللي بيحصل ان العملة بتبقى في اتجاه هابط بتكون قيمة اقل ده طبيعي في اي اتجاه هابط اللي بيحصل ان السعر بيبقى نازل بيكون قيعان اقل وقمم اقل ده اتجاه هابط طبيعي للعملة حلو لكن الاختلاف اللي بيحصل لنا ان هنا المؤشر الار اس اي بيدينا قمم اعلى طبيعيا هو هنا هنقول ان المؤشر كان ماشي على نفس القطة لكن جي هنا ابتدى يدينا قاع اعلى من قاع فهنا ده بيشير الى احتمالية استمرار الاتجاه الهابط تمام خلينا خلينا نشوف بقى امثلة عملية على الطريقة دي عشان ما يحصلش لغبطة بالنسبة لكم هنا انفراج اجابي مستتر اللي حصل ايه اللي حصل ان السعر كان في اتجاه صاعد تمام طبيعي هنا قيعان تمام وبتكون قيعان اعلى وده طبيعي بيحصل في اي اتجاه صاعد طيب انا عايز استفيد بقى او عايز تأكيد بيشير الى احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد ده التأكيد هنا حصل من المؤشر الار اس اي لما حصل ان المؤشر اداني بدل من مفروض اتجاه صاعد ان القمم تبقى اعلى اداني نفس المستوى او اقل منه حاجة بسيطة فده بيشير الى انفراج ايجابي الى ان السعر هيستمر في الاتجاه الصاعد بتاعه وده فعلا اللي حصل تمام طبعا هنا السعر ابتدى لما ابتدى يعكس اتجاهه خلينا نقول ده انفراج كلاسيكي للي مركز بص اللي حصل هنا ايه هنا قمة اعلى من قمة لكن لو بصينا على المؤشر هتلاقي هنا ايه اللي حصل قمة اقل من القمة اللي قبلها وده فعلا كانت اشارة بانعكاس السعر وهنا برضو السعر حصل له انعكاس وابتدى يتراجع فدي برضو تخلي بانا ان الانفراجات لوحدها بس ممكن تساعدك على تأكيد فرص الشراء والبيع طب الانفراج السلبي ان السعر كان في اتجاه هابت وبيكون قيعان اقل تمام وبيكون قمم برضو اقل من اللي قبلها طب اللي حصل هنا ايه بقى اللي حاجة اللي بتأكد لنا على استمرار الاتجاه الهابت اللي حصل ان المؤشر هنا ادانا قمة اعلى من القمة اللي قبلها يعني هنا شوف هنا القمة تكونت هنا كانت قمة تانية لكن القمة هنا كانت اقل من القمة اللي قبلها هنا المؤشر ادانا قمة اكبر من فده بيشير الى استمرار الاتجاه الهابت وده فعلا اللي حصل وان السعر ابتدى يتراجع بشكل كبير مرة تانية خلينا نشوف برضو مثال تاني ونأكد النقطة دي الفراج ايجابي مستتر اللي حصل بالزبط ان السعر كان في اتجاه صاعد بعد كده اتكون قاع على نفس المستوى وهنا اللي حصل ان مؤشر الار اس اي اللي حصل انه قاع اقل من القاع اللي قابله فده بيشير الى احتمالية او استمرار الاتجاه الصاعد هلا في الانفراج السلبي المستتر اللي حصل ان السعر كان في اتجاه هابط بتكون قاعان اقل وقمم اقل لكن اللي حصل هنا او الاختلاف او الانفراج السلبي اللي حصل ان تكون قمة هنا وهنا قمة اقل منها ده طبيعي وان سعر في اتجاه هابط لكن اللي بيأكد لنا على الاتجاه الهابط اللي حصل في المؤشر هنا انه نكون قمة اعلى من القمة اللي قبلها فده بنسميه انفراج سلبي مستتر فده بيأكد لنا الاتجاه الهابط انه هيستمر خلي اي حد عند اي سؤال هتبقى في اخر المحاضرة احنا مخصصين وقت للاسئلة كلها هجاوب على كل التساؤلات اللي بتدور في المقوة ان شاء الله هنجاوب عليها خلينا نشوف برضو امثلة تانية على الانفراج السلبي المستتر هنا اللي حصل كان اتجاه هابط للسعر تمام وهنا كان المؤشر ابتدى يكون قمة اعلى من القمة اللي قبلها على الرغم ان السعر كان بيكون قمة اقل وهنا اعلى فده انحراف المؤشر عن السعر فده بيدينا تأكيد للاتجاه اللي هو ماشي فيه خلينا نشوف هنا مثلا مسال ده السعر كان بيدينا قمة اعلى لكن هنا المؤشر كان بيدينا قمة اقل فده هنسميه ايه بقى مستتر واللي كلاسيكي ده انفراج سلبي كلاسيكي ليه ان السعر كان في اتجاه صاعد وحصل انه كون قمة اعلى من القمة اللي قبلها لكن المؤشر ادانا اختلاف او انحراف عن اللي حصل في السعر كان بيدينا قمة اقل فده احتمالية ان السعر هيبتدي يعكس الاتجاه بتاعه خلينا نشوف هنا برضو مثال تاني هنا القاع هنا السعر كان في اتجاه صاعد تمام خصل ان هنا تكون قاع وتكون قاع اعلى منه فطبيعا السعر هيطلع لكن اللي بيأكد لنا على ارتفاع السعر هنا الانحراف الايجابي المستتر ايه اللي حصل اللي حصل ان السعر للار اس اي كون قاع اقل فده بيؤكد الى قوة الاتجاه الصاعد للعملة او للزوج ففعلا ده اللي حصل وابتدى يكون اتجاه اعلى انا بحاول اطبق معاك هو يعني بحيث ان انا اوصل للفكرة الفرق ما بين الانفراج الكلاسيكي والانفراج المستتر تمام خلينا نشوف مثال تاني هنا مثلا قاع تكون اقل من القاع واللي حصل ان الار اس اي ادينا قاع اعلى من قاع فده بنسميه انفراج ايجابي كلاسيكي نقول تاني انفراج ايجابي كلاسيكي ليه؟ ان السعر كان في اتجاه هابط كون قاع اقل من القاع اللي قبله ولكن المؤشر الدامة قاع اعلى من القاع اللي قبله تمام دي كده الفكرة العامة او الملخص للفرق ما بين الانفراجات الايجابية المستترة والانفراجات الايجابية الكلاسيكية او السلبي الايجابي الكلاسيكي والسلبي المستتر انا شايف فيه ناس عندها اسئلة كتير فاحنا ان شاء الله ايه حنا موفر او اخر وقت سيبلوك وقت للاسئلة فاي حد عنده اي سؤال يقدر يتفضل اسئلة احنا عما كده نكون انتهيت من شرح المحاضرة بالامثلة فاي حد عنده اي سؤال بخصوص اللي انا شرحته او لغبطة ما بين النوع ده او النوع ده ممكن اوضحها هنا او استاذ مهدي بيقول المستتر هو درجة ميل المؤشر ليست كبيرة هي ملهاش علاقة بدرجة الميل هي علاقة الانحراف الانحراف معناه الاختلاف بمعنى الاختلاف ما بين المؤشر اللي انا بحكم عليه او المؤشر اللي انا بقيس عليه وليكن في المثال ده الار اس اي انت تقدر تستخدم مؤشرات تانية زي الماك دي وزي استوك اس توك اس توك اس توك اس توك اس ليتور فيه مؤشرات كثيرة تقدر تستخدمها بدل الار اس اي فاللي بيحصل ان في اختلاف ما بين الحركة للسعر وحركة المؤشر لكن درجة الميل دي ملهاش علاقة يعني هي ملهاش علاقة ان درجة الميل اقوى في الانخفاض او الارتفاع تمام اي حد عند اي سؤال تاني يقدر يتفضل يسأله اه المحاضرة هتكون متسجلة وموجودة على قناتنا على اليوتيوب للحابب يرجع على الشرح تاني بشكل ادق وبشكل مفصل هتبقى موجودة على قناتنا على اليوتيوب تبقى موجودة يعني في خلال الاسبوع او على بداية الاسبوع الجاي بحد اقصى تمام طب في حد بقول الفرق بين كلاسيكي وما بين المستتر احنا قلنا ان الانفراج الكلاسيكي بشكل عام الانفراج الكلاسيكي هو بيتوقع ان عكاس السعر من الاتجاه الصاعد الى الاتجاه الهابط لكن الانفراج المستتر هو بيؤكد الاتجاه اللي هو ماشي فيه يعني انا لو اليورو دولار في اتجاه هابط وحصل انفراج مستتر فالانفراج المستتر ده لما يحصل فهو بيؤكد على الاتجاه الهابط اللي هو ماشي فيه لكن العكس لو هو كان انفراج كلاسيكي والسعر كان في اتجاه هابط فانفراج كلاسيكي والسعر كانت جهبت فالمفروض يحصل انفراج إيجابي فانفراج إيجابي فهنا بيتوقع انعكاس السعر تمام المحاضرات بتبقى موجودة على القناة على اليوتيوب فانت هتلاقي المحاضرات كلها بترفع تبعني يعني تقريبا للحد آخر محاضرة كانت مرفوعة على اليوتيوب تقدر تخش على القناة اسمها ايكوتيمي هتلاقيها موجودة كل المحاضرات اللي فاتت تمام اي حد عند اي سؤال تاني تمام انا بشكركم جدا على الحضور ويا رب بكون قدرت افتكو بمعلومة النهاردة وان شاء الله القاكو في محاضرات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة